أجرى وزير الخارجية سمح شكر اتصالا هاتفيا مع وزيرة خارجية فرنسا كاترين كولونا وذلك في إطار المشاورات التي تجريها مصر مع الأطراف الدولية المؤثرة من أجل تنصيق الجهود ووقف التصعيد الجاري بين الفلسطينيين والإسرائيليين هذا وقد أكد الوزير شكري لنظيرته الفرنسية على الخطورة البالغة للأزمة الحالية وتداعياتها الإنسانية والأمنية التي يمكن أن تخرج عن إطار السيطرة ومن ثم على أهمية ممارسة الأطراف لأقصى درجات ضبط النفس وانتهاج مسار التهديئة والاتصال قد تناول أيضا مستقبل بشكل مستفيد أهمية التحرك على الصعيد الدولي لوقف التصعيد واحتواء الأزمة الراهنة لا سيما في ظل عضوية مصر وفرنسا في مجموعة صيغة ميونيخ المعنية بدفع جهود السلام